أهلاً بكم، صادقت لجنة الطوارئ في اتحاد كرة القدم على تعليمات استدامة النشاط الكروي لضمان استمرارية بطولات الموسم الحالي في ظل جائحة كورونا تفاصيل أكثر في هذا التقرير غموض وتساؤلات حول مستقبل الموسم الكروي في الأردن بعد تسجيل العديد من إصابات فيروس كورونا بين الأندية قابلها حسم من اتحاد الكرة من خلال تعليمات لجنة الطوارئ لاستدامة النشاط بيان اتحاد الكرة تضمن قرارات عديدة ومفصلية لعل أهمها إلغاء بطولة كأس الأردن من أجل إعطاء راحة أكبر للأندية لخوض دور المحترفين الذي يشهد جدول مبارياته ضغطاً كبيراً الإلغاء لن يتوقف عن بطولة كأس الأردن فقط فبطولات الفئات أيضاً طالها الإلغاء لهذا الموسم تعليمات استدامة نشاط الكرة سمحت للأندية بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في كشف المباراة بالحد الأعلى إلى 23 لاعباً وفي الحد الأدنى للكشف بـ 15 لاعباً مع السماح بمشاركة لاعبين من الفئات مع الفريق الأول كذلك سيتم تخسير أي فريق بنتيجة ثلاث مقابل صفر إذا لم يسجل في كشف المباراة 15 لاعباً بالحد الأدنى أما في حال ظهور إصابات أخرى بين اللاعبين فسيتم عزل المصابين وإجراء فحص عاجل للفريق كما لن يتم تأجيل أي لقاء في حال عزل أي منطقة يسكنها اللاعبون بعد إصدار الاتحاد لبيانه لم يتأخر بإصدار جدول دور المحترفين حيث سيستأنف دور المحترفين بإقامة مبارياته المؤجلة من مرحلة الذهاب وهي عشر مباريات على مدار عشرة أيام وسيفتتح الإياب في الخامس من الشهر المقبل أصدر نادي الوحدات بياناً صحفياً اعترض فيه على قرار اتحاد كرة القدم باستئناف مباريات دور المحترفين في الحادي والعشرين من الشهر الحالي وأشار الوحدات في بيانه إلى أن اتحاد كرة القدم لم يكن عادلاً في قرار استئناف منافسات الدور مؤكداً عدم شفاء لعبي الفريق من إصابتهم بفيروس كورونا هذا ووصف البيان قرار الاتحاد بأنه سيعرض اللاعبين للخطر نظراً لقصر فترة التحضير ختم الوحدات بيانه موجهاً رسالة للاتحاد بأنه يتعامل بميكيالين مع أندية المحترفين أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية تجمع المنتخب العراقي بالمنتخب الوطني في الثاني عشر من الشهر المقبل وأكد المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس في تصريحات صحفية أنه لا صحة لإلغاء وديتي المنتخب العراقي رغم اعتذار المنتخب العماني مشيراً إلى أنه تم تغيير موعد المباراة بناء على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد تعذر تجمع لعبي منتخب النشامة بسبب ظهور العديد من الإصابات بفيروس كورونا بين أندية المحترفين أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن إصابة نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا وجاء هذا من خلال بيان نشره الاتحاد البرتغالي أوضح فيه أن نتيجة فحص كورونا التي خضع لها رونالدو ظهرت إيجابية مؤكداً أن رونالدو لن يشارك مع منتخب بلاده في المواجهة الهمة أمام السويد في إطار الجولة الرابعة من بطولة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا ومن المنتظر غياب رونالدو أيضاً عن مباريات فريقه يوفينتوس في الجولتين القادمتين في الدور الإيطالي بالإضافة إلى مباريات الجولة الأولى من دور أبطال أوروبا يلتقي المنتخب الألماني بنظره السويسري الليلة في اللقاء الذي سيقام على ملعب برين أنرجي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور الأمم الأوروبية لكرة القدم ويسعى ألمانشافت إلى تحقيق انتصاره الثاني في البطولة من أجل مواصلة اللحاق بالمنتخب الإسباني الذي يتصدر المجموعة برصيد سبع نقاط على بعد نقطتين من المنتخب الألماني وعلى الجهة المقابلة يسعى المنتخب السويسري لتحقيق نتيجة إيجابية بعد المستوى المتواضع الذي قدمه في اللقاءة الثلاثة التي خاضها منذ بدء المسابقة ترجمة نانسي قنقر كمن يتصون من مؤسمرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر